بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد علي أفضل الصلاة وأسكى التسليم مرحبا بكل من التحق بقناتي قناة أم عبد الرحمن فيديو خاص بالسنة الخامسة ابتدائي نحن على مشارف امتحان تقييم المكتسبات طبعا هذا الامتحان اللي رح من 30 مارس رح يبدأ ان شاء الله من يوم الأحد الى غاية يوم 24 مارس رح نكمله وكل يوم رح تتميل يومين والله انا ندير الامتحان يريح نهار ولاسوش يعود الامتحان اخرى الى غير ذلك طبعا الروزنا ما اتع المواد رح اعطيناها للتراميذ اتعنا هذا الفيديو رح نقدم لك موقع تخرجوا منه للمواضيع باش تستفيدوا تمول ابناء اتعكم تخرجي الموضوع وتحليتوا ابناء اتعك وتقيميه روحك تقيميه شفيله جاو مليح لما جاوش مليح طبعا هذك الجدول تحت تقييمات اللي فيها الفبا جيم دال ولا بالفرنسي ا بي سي دي هذك وين تقيميه ابناء اتعك اللي كانت الاجابة تعاه كاملة صحيحة يعني راح في ال ا اللي كان جيد فيها اخطاء وفيها صحيح راح في ال بي ولي راح متوسط راح في الجيم ولي راح ضعيف ما انا قرلك حتى حيار في الداعي طبعا الصعوبة العملية هذي هاي ونا مرحش للتلميذ نهايام التلميذ يجي خمسة وربعين دقيقة يعطوه الموضوع وطبعا الوزارة قال لنا ما عندناش الاوراق باش نجاو فيها التلميذ راح التلميذ يجاو في الاورقة المزوجة هذا مرح قديا هذا لانشيء راح يسرع في المؤسسات تعنا وفي المقاضعات تعنا وفي الولايات تعنا يعني التلميذ راح يحضوه ورقة للسجل ويجاو في الورقة المزوجة قالت الوزارة ما عندناش امكانيات باش نطبع المواضيع باش نطبع التلميذ اوراق يجاو فيها المهم هذا ليس هذا هو مربط الفارس كثير من الامهات يحبوا انهم يخرجوا لابناءهم مواضيع باش ميتخلعوش ويحضرون في البيت طبعا احنا كاستيدة اجبرنا يعني موشي اجبرنا يعني صدر امرا باش نديروا تدريبات على امتحان تقي المكتسبات كل التلميذ بتاع سنة خامسة ابتدائي داروا التدريبات بدون استثناء داروا التدريب كل استاذ كان شد سنة خمسة اصفاء اللغة فرنسية اصفاء اللغة عربية دار التلميذ بتاعه تدريبات يعني كيف هي جهة دير السؤال هذا هو القصد من التدريبات في هذا الفيديو راح نقول لك موقع جزائري راح فيها مواضيع مختلفة في كافة المواد لغة عربية اللغة العربية يقع لبغة التوحى و الرياضيات التربية الاسلامية التربية المدنية العلم الدراسة الوسطة كذلك تاريخ جغرافيق كل المواد لدرسها التلميذ في سنة خمسة ابتدائي راح داروا لديهم نماذج كثيرة هذا النماذج ستظهني بل نماذج لها موجودة في جوجل والا في الفيسبوك كان يتسوى لأستاذة اندير عليها واهدير عليها هذو دارهم اساتيدة يعني ما يقدرش أستاذ ما حضرش للتكوين يدير لما السجاء يعني ما يقدرش الأستاذ اللي موشد السنة الخامسة وما حضرش معنا للتكوين ما عندش وسيلة وما عندش القدرة بش يخدم أن سجاء كيفه كما للمواضيع الستوانين البزار فقط أستاذ السنة الخامسة ابتدائي هما اللي بعد التكوين التوحم اللي يقدرو يخدموا هذوك للسجاء يعني أنا وشهور مطلوب أنك خرجي ذلك السجاء خرجيهم وحلتي لابناء التعاك بش تساعده طبعاً أنا عندي تعال فرنسيها هما عنددتهم هنا يا فلاشيس كتاعي احنا كدنا الاجتماع تقسمنا على أفواج احنا كأستاذا تقسمنا الأفواج وكل فوش قام باقتراح موضوع هذا المواضيع كاملة دلناهم هنا يا فلاشيس كتاع كل الأفواج رحم عندي هنا يا وطالب طالب قلت لنا وش المفتش تاعنا وش قلت لنا قلت لنا دينهم للتلاميذ بش عليكم صهر تصعير التلميذ بشانا هستاذ الاشتراح لم我有 طبع من المزيدا pushing for久 الموقع اللي راني درتها فيه مواضع ونعود ناكد ونكرر بلي هذا المواضع بزاف سولوني قالوا لي لقينا في فيسبوك مواضع لاحتمد عليهم واحتمد عليهم احتمد علي مخرجيهم ودعطي لابن التعاك باش يحلهم وتعرفي ثانية تقريهم له وتعرفي تجوبي امعه بالنسبة لأسئلة كانت votre câjolodaneittä, مكتلة لأستاذه سنة أولى ابتدائي حتى سنة 5 ممكن ليس لكم اي من هناك ذي اور 빨리 هذه الرجلات تعطي عليكم لا سنة أولى لا سنة ثانية لا سنة ثلاثة دلنا اي برنامج سنة خامسة ابتدائى دلنا اي برنامج سنة خمسة ابتدائى فاصل اهول وفاصل الثاني فاصل الثالث هذا بالنسبة للغة الفرنسية تبقى المشكلة في مادة الحفظ مادة التاريخ والجغرافية مادة التربية الإسلامية و مادة التربية المدنية طبعاً هنا قدمت كل التسليلات للأستاذ يعني التلميذ اللي ما يفهمش سؤال الأستاذ يشرح له حتى يبسط لها المعلومة وممكن يذكرها بالدرس يقول لها راك عاقل من كنت نشرح لك في الدرس ومن كنت تواقفها واش قلت لكم؟ يعني هنا يا الأستاذ مطالب باش يسهل للتلميذ التاعه السؤال اللي ما فهمش تقول لي أستاذ التلميذ لو كان ما يكونش فهم ما يعرفش يحل هذا اليه كان الأستاذ يقول له يكتب خلاصة في الدار والعملية التاع الشرح ما كان الشرح في القسم كان حش ودرس فقط هنا فعلاً هنا راح التلميذ يبدي يلقى صعوبة بس حان هنا في كل الأحوال في كل الأحوال المهمة الصعبة ليست على التلميذ التلميذ مجبر بشو يحضر هذه أولاً طبعاً هي تعليمة التلميذ اللي كان في السبيطر يقول لك يحضر وإلا أنه يقصر ويقصر ويقصر يكرر السام هنا لا يوجد أي عذر ويقصر ويقصر طبعا وانتا تخرج النتائج راني مشيت في الموضوع واخد اخر تخرج النتائج نهار 22 جوان يعطو كل البيلتان تاع الابن تاعك تخرج من رغمانا هاو نخدم هاو نخدمش هاو التقييمات تاع الاستاذ تاعه من خلال العمل التاعب الاستاذ مسؤول على كل شيء الاستاذ الابن تاعك الاستاذة تاع الابن بنت تاعك ما تقول ليش راح تطبطيها ولا راح يبدأ عليها كل هادي خرجها حاديها على خلال تشفي هذا التقييم الاستاذ مسؤول مسؤولية كبيرة 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 لقى التلاميذ التاعه يكونوا يقدمون في احسن صورة الاستاذ راح هو اللي يعس يعس الروحه وهو اللي صحح للتلاميذ التاعه وهو اللي يملأ النقاط هو اللي عمر النقاط يعني مش الادارة اذا ما هي مسؤولة حتى على حاجة الاستاذ هو اللي يملأ النقاط طبعا الموقع الفيديو قع على الموقع اللي فيه المواضع انا قاعد دي لك موضوع استاذ ادخل في اليوتيوب قد دي لك موضوع في تربيه اسلامي لتربيه مدنية وبصح انتها تكون ويكاند ولا جمعة ولا صد تخرجي من هذا الموقع ولا نحسي برعطيه الموقع يخرج لك مواضع وتعلميتي والابن بتاعك درس السنة الخامسة ابتدائي كما سبقت قلت كلها ممكن يجيك في فصل اول ممكن يجيك في فصل ثاني ممكن يجيك في فصل الثالث ولا داعي لقلقة نهائيا مدما ما يتهسبش يعتبر تقييم راسيب هو تقييم مكتسبة تلميذ وشره الداي في راسه المتوسط هذه التجربة نتمنى انها تعدل في السنوات القادمة تعدل فيها تعديلات بشتتناسبة مع قدورات تلميذ عندها 21 سنة وقدورات استاذ عندها قسم وخدم نهار كامل يتكيف معه ما تبقاش بهذا الطريق و بهذا الضخام و بهذا الطول المدة تمنيتي لكم بالتوفيق و الى لقاء في فيديو اخر بابن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر